مرحباً، في هذا الفيديو سأكشف لكم عن طريقة سحرية لحرق الدهون باستخدام جهاز الركض بطريقة علمية كلنا نعلم أن الركض على جهاز الركض يهدف إلى حرق الدهون وتخفيف الوزن وعادة ما يتم الركض على جهاز مستوي بشكل روتيني ولكن هنا سأكشف لكم عن سر يمكن أن يزيد من حرق الدهون بشكل سحري أثناء الركض أظهرت دراسات علمية، قاموا بتجربة على مجموعة من الأشخاص مجموعة الأولى، قاموا بركض على جهاز مستوي والمجموعة ثانية، قاموا بركض على الجهاز مستوى مائل النتائج كانت مدهشة تبين أن الركض على جهاز مائل يستهلك المزيد من الطاقة ويحرق المزيد من الدهون بنسبة أعلى وأيضاً بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام في الركبة قد يكون جهاز الركض المائل خياراً مناسباً فعند استخدام الجهاز يمكنك ضبط درجة الميل حسب مستوى راحة الركبة الخاصة بك يعمل الميل المائل على تقليل الضغط والصدمات على المفاصل بما في ذلك الركبة لذا، إذا كنت تبحث عن تقنية سحرية لحرق الدهون فإن استخدام جهاز الركض المائل يعد الخيار الأمثل والجميل في ذلك أنك يمكنك تعديل زاوية الميل على الجهاز وضبطها وفقاً لمستوى راحتك وقدرتك البدنية بدءاً من زاوية ميل صغيرة وزيادتها تدريجياً مع مرور الوقت لا تنسى أنه بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لحرق الدهون فإن التغذية السليمة والنظام الغذائي الصحي يلعبان دوراً هاماً في تحقيق النتائج المثلى تأكد من تناول وجبات متوازنة ومغذية وشرب الكمية المناسبة من الماء للحصول على أفضل النتائج إذا وصلت إلى هنا، فأنت بالفعل شخص مميز لقد أظهرت اهتماماً حقيقياً بالمحتوى الذي نقدمه والآن أريد أن أدعوك للقيام بخطوة إضافية تعزز تواصلنا وتمكنك من الاستفادة القصوى من محتوانا المميز قم بالاشتراك في قناتنا لتكون أول من يحصل على أحدث الفيديوهات والمحتوى المثير ستحصل على فرصة لاكتشاف المزيد من النصائح والمعلومات القيمة حول الصحة واللياقة البدنية والتغذية السليمة وغيرها الكثير لا تنسى تفعيل زر الجرس لتلقي إشعارات فورية عندما يتم نشر فيديو جديد هذا سيضمن عدم فوت أي محتوى جديد وأن تكون من أوائل المشاهدين الذين يستفيدون منه ولا تتردد في مشاركة الفيديو مع أصدقائك قد يجدونه مفيداً